أعتقد السيد محمد السوداني الذي يمتلك الخبرة التشريعية والتنفيذية وكذلك عمله على المستوى المحلي وعمله على المستوى المركزي من غير ممكن إذا تم التصويت عليه وعلى كابينة الوزارية أن يضيع هذه الفرصة التي كان وما زال يحلم للوصول إليها على الأقل يعالج الأخطاء السابقة لكن هل يستطيع أن تكون هناك فتح ملفات سابقة؟ التوبة الحقيقية دائما مغادرة الماضي وتأسيس المستقبل أولها الندم وآخرها التأسيس ومن له الغنم عليه الغرم يعني اليوم من استفاد من السرقات ومن الحكومات السابقة ومن المناصب وتحول من ربما معدوم أو عديم لا يملك المال الآن يملك الثروات وأصبح ثري إذا فتحت الملفات السابقة منذ 2005 لا أقول منذ 2003 لأن أول انتقابات جرت وسرت في العراق 2005 إذا فتحت الملفات السابقة وأكيد موجودة كل الأوليات وتم محاسبة ومعاقبة وإيداع من تجاوز على المال العام واستغل المواطن العراقي أعتقد سينجح السيد السوداني لكن هل أن حكومة السيد السوداني هنا أنا أسأل ستكون حكومة أحزاب أم حكومة تكنقراط نحن جربنا الحكومتين الحكومة الأحزاب في حكومة السيد المالك الثانية وفي حكومة السيد العبادي قد جاء بكابينة وزارية كل من السيد العبادي والمالكي بالتأكيد ضغوطات أحزاب وأحزاب تقول له لكل مكلف نحن فزنا في الانتقابات ولن الحق الدستوري والقانوني أن نرشح من يصبح ومن يمثلنا في هذه الوزارة وتلك الوزارة إذا السيد السوداني شكل حكومة على ضوء ما أسسها أو شكلها السيد العبادي أو المالك الثانية هل يستطيع محاسبة ومعاقبة من هؤلاء المتحذبين هذا واحد ثانيا إذا ذهب وشكل حكومة تكنقراط مثل ما شكلها السيد عادل عبد المهدي والسيد الكاظب بحيث الأحزاب يأتون من الشخصيات تكنقراط من داخل الوزارات ويصبحون وزراء هل يستطيع أن ينجح الوزير ورئيس الوزراء من قبل بعض النواب الذين أصبحوا وكانوا وما زالوا هم معاقبين يقومون باستفزاز وابتزاز الوزير هذا وذلك أعتقد المرحلة صعبة إلى تم الاتفاق والتوافق وعقل سياسي جديد بأن تكون له صلاحيات للمكلف باختيار الوزراء ويعطى له وقت يعني من غير ممكن أنا الآن كمحل سياسي أو كإعلامي بعدما مشك الحكومة أفتح النار وأتهمه هذا مصحيح ننتظر ستة أشهر إذا نفس ما حصل في بعض الحكومات السابقة بالتأكيد لا نقف معه وإذا غير الأخطاء لا بالتأكيد نقف معه أنا أعتقد صعب جدا المرحلة وهناك شيء آخر هل التيار الصدري سيشترك؟ اشتركوا في القناة